اشتركوا في القناة 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 انت النهاردة كان كله عنده امل ان انت تقدر تحقق تاريخ كمان في الاولمبياد ان انت تحقق برونزيت كرة قدم اي نعم انت وصلت لقبل النهائي يمكن لأول مرة في تاريخ الاولمبياد اعملت نتائج في الدور الاول ودور التمانية وصلت ولعبت منتخبات قوية وقدرت ان انت يبقى فيه اداء كويس قدامهم بس انت لما تيجي قدام منتخب عربي وتبقى النتيجة الكارسية دي فدي بتبقى صاطمة جدا 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 انا كان كل تفكيري اه وانا بتفرج على المباراة الجمهور المصري اللي فرنسا جمهور اللي بتفرج جمهور اللي بيبقى عايش اللحظة دي في الملعب بيبقى صعب عليه جدا جدا اه يمكن انت شفت اثر النتيجة كمان على اللعيبة بعد المباراة فما بالك بقى الجمهور المصري اللي رايح بيبقى عنده امل في المنتخب بتاعه عنده امل ان احنا نكسب ان انت هتحقق مديليا برونزية ان انت حتى تعمل اداء قوي بصرف النظر عن النتيجة انت لو عملت النهاردة اداء قوي وقدرت اه تخرج من المباراة حتى خسران بس باداء قوي ماشي كان حيبقى حاجة مقبولة لكن انت زي ما قلتلك عشان تخرج بالنتيجة دي اللي هتكتب في التاريخ فدي بتبقى صدمة للجيل دو تخيل بقى ان انت كمان مفيش خطة للجيل ده انت هتعمل ايه بعد ما هم خرجوا يعني اصلا مفيش خطة امينة طويلة في الاجل للمنتخبات سواء ناشيين او شباب ان انا ميجي عندي منتخب يتعرض لصدمة المنتخب ده اللي هيحصل معه بعد كده هل اللعيبة دي خلاص كده اللعيبة كتير منها انتهت وحتى تلعب في الدورة المصري وتلعب بقى في الممتاز بقى ولا ايه الخطة اللي كانت محطوطة من اتحاد الكل فالنهاردة نتيجة كرسية انا شايفها صدمة كبيرة جدا انا قاعد بتفرج على الماتش مش مسدق اه في لعيبة صابت في لعيبة النهاردة بس مش مبرر بس مش مبرر خسرت لعيبة في الملعب زي محمد شاحة انت وديته بقى رادي عشان احمد عيد ملعبش المباراة بس كل ده زي انت قلت مش مبرر يا صابت احمد زيزو ماشي نجم كبير ونجمينات زمالك ناس كتير رايتك ولو ما خرج لا مفيش كده انت منتخب مصر فكلازم يبقى معاك قوة كمان على الدك لما تيجي انت تطلب لعيبة من اندية والاندية ترفض دي برضو حاجة يمكن احنا قلناها هنا معاك ان ده ضعف من الاتحاد ان انا ما اقدرش اخد اللعيبة اللي انا عايزها لما يطلع يعني صاحف كبير يقولك ما الفربول رفض ويديك محمد صلاح ومحدش يتكلم ولما النادي الفناني رفض يديك لعيب الناس كلها تكلمت لا مش كده بس كده وانادي الفربول ويهمه ان انت توصل وما توصلش او منتخب مصر يوصل نهاية البطولة ولا ياخد مديلية مش فارق معاه هو اهم حاجة عنده اللعيب بتاعه اللي دافع فيه ملايين واللي حيجيب له ملايين لكن انت هنا لما يبقى انتمائك للاندية بقى اقوى من المنتخب دي بقت مشكلة كبيرة والسبب في كده الناس اللي بتطلع في القنوات يسخنوا الجماهير على بعض خلوا كل الجماهير كل فكرهم في الاندية بس واللعيب الفلاني يتقلق لا اللعيب الفلاني مالوش لازمة فدي مشكلة كبيرة جدا خلاك انت حتى تنسى انتمائك لمنتخب مصر انا عايز اقولك على حاجة بسيطة اتفرج على المطشاط لما بتبدأ وبنشغل للنشيد الوطني اللعيب يبقى مكسوف ان هو يقوله النشيد الوطني عشان هيقولك زميلة هيتطلعوا بتلاقيهم كلهم ساكتين طب احنا فقدنا حتة الانتماء لللعب للمنتخب ان احنا نشجعه كمان كم مشجعين تكلم كم مشجعين انت همك النادي دلوقتي بتاعك سواء النادي فلاني بص احنا وصلنا ليه هو ده الكلام اللي الواحد مش حاب ويبقى نستفه والكوميكس والهزار اللي بتحطه وصور تجاب من المباراة انا مش عارف حرك تضحك على ايه ومش عارف حرك مبسوط لايه للمنتخب بلدك خسر ومش عارف حضرتك مين بيدحك على بوست انت بتحطه او كومنت عشان يتعمل له شير عشان انت كده دمك خفيف كمة يعني مسئولية عدم المسئولية وكمة عدم الضمير انك تسف على لعيبة منتخب او على منتخب بلدك لما يتم خسارته في بطولة وهي الاهم وجبت مركز رابع مش عايز اتكلم عن حتة مركز وان بقى لك 30 سنة ما خدتش رابع اولمبيكس ولكن خسرنا عفوا 60 سنة ما خدتش رابع اولمبيكس خسرنا اخسرنا وفي تأثير بس عبس جدا جدا انه حضرتك تنزل بوست عشان تهزر وتستخف والناس ترياكت معك بزار كابتان احمد عباس عايز سألك حضرتك مع استمرار ميكالي طيب خليني بس اخد حاجة كده سريعا يعني من الظلم ان انا اقيم تجربة منتخب مصر الاولمبي في الاولمبيات على المباراة الاخيرة ده ظلم الجمهور يقيم زي ما هو عايز لانه هو بتقيم العطفة جمهور زعلان بالنعب المغرب بتغلب ناتيها جبيرة ولكن خلينا نقول حاجة مهمة قوي احنا من ثلاث ايام بالظبط كنا بنسقف لعيبة بنسقف لميكالي بنصني على اداء ميكالي بنصني على اداء اللعيبة فاحنا ما ينفعش نتعامل زي الجمهور برعطفة هنحلل الموقف بداية من اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر هل الاختيارات دي كانت عادلة ولا لأ وهل كان فيه عوامل مساعدة انه هو يقدي بشكل افضل من كده ولا لأ خلينا بس نقول حاجة سريعة جدا كده كل المنتخبات اللي مشاركة في الأولمبياد المنتخبات عندها عناصر جيدة جدا لو جينا لفرنسا هنلاقي ان فرنسا سبب التفوق الكبير علينا واللي صنعه الفارق هي اللعيبة الكبار ماتيتا وليزي لكزيت النهاردة سبب تفوق المغرب على منتخب مصر هو اللعيبة الكبيرة رحيمي أشرف حكيمي زلزولي فالنهاردة انت منقوص شيء مهمة قوي انت منقوص الأدوات اللي الأولمبياد مديها لك انك تساعد نفسك بيها أنا النهاردة داخل معركة فديك ثلاث أسلحة حضرتك اخترت إسلاحين حتى وإن الظروف ما سمحتش انك تاخد العناصر اللي انت كان مفروض تاخدها على الأقل أنا كمدير فني منتخب مصري أولمبي يبقى عندي البدايل صحة ولا غلط يعني ماينفعش أبدا أنا متحدي كده اخترت إسلاحة وهي تخش بسرحين مين قال كده طبعا مكالي مدرب كبير جدا وهنيجي لده وهنتكلم عنه فنان ولكن من البداية أولا في مجموعة من العناصر ظلمت ولازم كلنا نعترف اللي أولمبياد خلصت خلاص منتخب مصر حقق اه حقق اه أنا بشوف ان ده أنا جائح حتى وإن كانت الهزيمة بنتيجة كبيرة ولكن لو استثنينا نتيجة مقبرة المغرب فهلاقي ان احنا زي محاك قلت ان احنا بعد ستين سنة بنطلع رابع أولمبياد ودي حاجة كويس تخيل النهاردة لو كنا باللعب منتخب قوي جدا أكتر من منتخب من مغرب مثلا منتخب أوروبي كبير وتغلدنا واحد سفر مثلا بأداء جايد فخلاص ناس كنت هتبقى بسوطة أنا دايما بحط العاطفة على جنب وافصل ده فزي ما بقول لحضرتك مكالي ظلم آه ظلم من ناس كدير أوه في اختياراته طبعا وظلم نفسه انه هو ما خدش العيب تالي زي مين زي حسام أشرف واحد هداف الدوري المصري واحد هو ده سنه أصلا البطورة فأنا بشوف ان حسام أشرف كان لازم موجود لازم في وقت من الأوقات أنا عايز نوع معين من الفراد حسام بروفايل غير مظهر غير اللعب الموجودة فأنا بشوف ان حسام كان رجله في الملاوكة لازم يروح عمر الساعي كان لازم أخذ مدافع حضرتك طلبت مدافعين من أندية دون أن نسمي الأندية دي وانا ما بطلعش عشان أتكلم في ده حضرتك اخترت دول والأندية بتاعته مرة ما رضيتش تديهم لك أشوف بديل تاني النهاردة بعد طرد عمر بعد طرد مدافع مصر من مباراة اللي فاتت والنهاردة محمد طاري ما بقديه بشكل كويس تمر كنتم ممكن لجيب مدافع دولي يسد الخانة دي بخبراته زي مين أنا عايز سألك زي مين عشان برضو سيدة مش هديدة مليون يتكلم ويقول لك أنتو مش في الصورة أو أنتو مش حطين إيديكو أو أنتو حطين إيديكو في ماء برد أنتو تتكلموا خلاص لأ هنتكلم أنا معاك على فكرة منطفق معاك مليون في المية بس لو أنتو كان راجل هتعمل إيه علي جبر في مني علي جبر لعيب دولي لعب منتخب مصر لعب أولمبياد أحمد أجازي حضرتك كان يسيبه يسيبه بص حضرتك طلبته ما طلبتوش هل ما فيش حد أحمد رمضان بكهب لعب أولمبياد السنة فاتت لعب عنده خبرات لعيب دولي هو أنا ليه روح منقوص ليه أنا روح منقوص فميكالي ظلم نفسه ظلم لعيبة في الاختيارات ولكن في النهاية خلينا نقول بقى حاجة احنا كنا ماشيين في البطولة دي بنصق تصاعدي جيد جدا قدمنا مباراة ليست على مستوى مطلوب أمام الدومنيكان وتعادلنا ولكن بعدها كسبنا أسباكستان بعدها كسبنا منتخب أسبانيا حتى وإن لم يكن بالقوام الأساسي بتاعه ولكن حقا تصدرت مجموعتك في الأمبياد وديها تكتب في التاريخ بعدها كسبت باراجوي في مباراة دور التمانية وروحنا لمباراة فرنسا اللي احنا كنا متفعوقين تقريبا بناتجتها لحد الديئة 83 آه بعض الخبرات بتاعة العيبة قدت لأن احنا تعادلنا ولكن بعدها كمان حتى التصرف بتاع عمر فايد في التارد ولكن في النهاية حضرتك قدمت مباراة جيدة وقفت قدام فرنسا فرقة بتمتلك عناصر جيدة أغلب قوامها محترفين في أوروبا وعندها ثلاث لعيبة كبار حنيني أقولك أن ماتيتا دا واحد من أفضل لعيبة في الدور الإنجليزي عمل آخر عشر مباريات في الدور الإنجليزي السنة اللي فاتت مع كريستال بالاس أفضل من هذا أرقامه أفضل من هذا وليزي راح من من كريستال بالاس لباري ميونيخ ب60 مليون يورو ولجهزتها طبعا لعيب كان أفضل لعب في أرسنال السنة بتاعة 2018 في حضرتك النهار دا بتقدم قدام منتخب كبير مباراة جيدة خسرناها لظروف الماء ولظروف الطرد حل؟ أنا اتكلمت وناديت قلت يا جماعة لازم الاستشفاء ما يبقاش استشفاء بدني بس ولكن يبقى استشفاء نفسي هتعامل مع اللعيبة دي إن احنا لسه عندنا مداليا احنا بنلعب في أولمبياد فهي محسوبة إنها مداليا برونزية مش بلعب مثلا في أكتورية كاس عالم أو أفريقية فماركز ثالث ماركز ثالث هي بتتحزب كميداليا أولمبية فكان لازم نتعامل تعامل نفسي جاد وأنا أتوقع أن الجاز الفني يتعامل مع اللعيبة بشكل جيد جدا ولكن إصابة واحد من أفضل اللعبين في البطولة وكان بالنسبة لعيبة منتخب مصر وإمبي قدوة زيزو في الدقاءة الأولى شوفت رأكشنة اللعيبة لما تصابه طبعا طبعا بص رأكشنة اللعيبة زعلت جدا رأكشنة مدير الفني كان بالشكل ده لأنه بيصدر طاقة سلبية للدكة كلها واللعيبة اللي احترامين في الملعب أنا شوفت مكالي زعل فأنت حضرتك حتى وإن حصل لو أحسن لعيبة عندي في الدنيا اللعيب اللي نازم مكان أفكر فيه اللعيب رفع عليك نازم حقيقي على النوع اللي أنت قلتها دي فكان لازم أنا أدي الصقة للعيبة اللي نازل أحاول أن أنا على قد ما أقدر أهد اللعيبة دي لأن أنت ضربت فأفضل مركز في المراكز اللي أنت معاكف المتخب مص هو مركز الجناح بتاعزيزه اللي بيدينا شكل هجومي ولكن في النهاية برضو نبعد نتيجة عشان وقت أسألك سؤال صريح وضو صريح مع أستمرار ميكالي أه طبعا أنا مع أستمرار ميكالي كابتر حسيب مع أستمرار ميكالي أنا أستمر فين في المنصب يمسك منتخب إيه منتخب اللومبي هيتكمل يستمر في اتحاد الكرة باعي مخطط أنا شايف الدنيا يعني بعد النتيجة دي الدنيا هتبقى صعبة أكيدهم ما هيضحوا وعقده خالص ولكن أقرب تجمع على المنتخب الأولمبي القادم إنت خلال قد إيه القصة يعني العمار القادمة أنا بالنسباني معلش أن أسوك أنا بالنسباني أستفيد من خبرات الرجل ده كمخطط لاتحاد الكرة دوجة نصف القصة في حاجة بس يا مينا يعني إيه القرار المفروض يطلع النهاردة عشان نستفيد من راجل ده نستفيد من الراجل ولا هو يبقى كابش في ده فمشي ده مبقاش كابش في ده طبعا ولا اتحاد الكرة هو خلاص هادله واضح وصحيح أنا هيكمل من الطريقة دي أنا مختلف مع كابتين أحمد فحاجة هو بقولك أنا كان مفروض أجيب مدافع بدل مثلا مدافع اللي أنا كنت طالبه فأجيب على جبر طب ما أنا هروح للنادي التاني يقول لي ده أنا اللعيب بتاعنا محتاجه أنا مش عصد هروح للنادي التاني لا أنا بكلم كابتين أحمد علاء هنا المنظومة أصلا خطأ أنا أمينة أنا طالب لعيبة من الأندال مصرية احنا كل اللي بيحصل في مصر ده وريكاس عشان إيه عشان منتخب مصر سواء منتخب مصر كبير سواء منتخب مصر أولمبي ما فيش حاجة اسمها أن أنا أطلب لعيب من نادي كابتين أحمد طلب عايزين نعيب من كابتين علي جبر قلت له هندور على غيره وده ينفع وده ما ينفعش بقى بس هو ده أنا بكلم فيه وده ينفع بس ينفع دخل مقوص ما ينفعش حد يقول لي لأ ما ينفعش حد في الأندية يقول لي لأ أنا مش عديك العيبة بس أنا متضبط مع كابتين أحمد في حاجة إنه أنا عندي تلاتة عيبة أنا لو خدت أولاك الحاجة لو خدت محمد إبراهيم خبرة لا طبعا لو خدت أي لعيب في الدارة المصري تفسير ميكا عنده نهائي وقال له لا أنا مش عبهة محمد إبراهيم نهائي الرابط أدور لحد مصري لا أنا عايز أقول لك من ضمن الحاجات بس اللي أنا بقول لك إحنا بنمر بها خطأ أنا أتفق معك إنه غلط على فكرة إمرأي كاس الرابط بس غلط أنا كمدرب أشوف له حل عشان أعايز مصلحتي في الأول لأ آخر ما أنا هشوف له حل مع مين ولا مين أنا كل ما أشوف حل مع النادي أنا بقول لك يعني من ضمن الحاجات الخطأ اللي إحنا بنشوفها في مصر الغريبة برح نهائي كاس الرابطة بنطلع الجيش والسراميك ناديم الشعبين خلص محترام الناديم جائزة المركز الأول مليون ونص تمام الحكام اللي حاكم المصر واخدين خمسة وسبعين ألف دولار تقريبا قول خمسين ألف دولار يعني اتنين مليون ونص يعني أكتر من جائزة المركز الأول هل ده يعقل بس أنا أول مرة مرة أقول لك معلومة إيه يعني يعني أنا مبارح شفت الصورة كان تقريبا محمد إبراهيم مصر الصورة أو حاجة فقارت جائزة المبلغ المركز الأول مليون ونص مليون ونص جنيه عشان مصري يعني أنا سكيت قلتوا التأكير يعني قليلة جدا الحكام مواخدين ضعف فأنت حرك دوقتي بتقولي الحكام مواخدين حوالي أما ما كابتين فلوار خمسة وسبعين ألف دولار قول خمسين ألف دولار يعني اتنين مليون ونص وإحنا عندنا أزم الدولار فأنت جايب حكام ليه كان فيه جملة قديمة بتقال كالتموضة من عشر سنين نو كومنت صح فنلجع المورو طيب معنا كابتن شريف أشرف نجم نادي أزلالك الصابق كابتن شريف مساء الفل مساء حضرتك عامل إيه طبعا تحياتي لك وتحياتي كابتن حسيب النجار وكابتن أحمد عباس تحياتهم لك هايسألك يعني في البداية رأيك إيه في مباراة النهاردة الكارثية أمام منتخب المغرب والله إن وانت جبت الوصف النهائي مباراة كارثية تعالن يعني أسوأ المتشاهمين طبعا كانش يتوقع النتيجة ممكن توصل للشكل ده لكن دي تراكمات يعني إحنا إن الولاد وصلوا أو الولاد من معهم كابتن حمد النيني وكابتن زيز وطبعا اللي أنا بحييهم للأمانة على مجهودهم كل المشوار في الأولمبياد وتواجدهم يعني اتنين قائدين للمتخب وشالوا المتخب ووصلوا جيل للمربع الزهدي في الأولمبياد دي حاجة نجاز تاريخي على فكرة نينة صحيح لكن لحد وصلنا للمربع الزهبي ده إنجاز تاريخي والنهار ده إنك إنت تتلعى مباراة على مركب ثالث إنك إنت تخصر بالنتيجة دي دي أكيد لها عوامل كتير جدا أكيد كل الناس فهمة إن فيه لعيبة كتير جدا ما بتشاركش فانديتها يعني ما بيقبلوش الرتم العالي ده وكواليتي اللعيبة اللي بيقبلوها ماتش مع الثاني مع الثالث حصل إرهاق غير طبيعي ده غير إن جاو المنافسات ده برضو بديد على ناس كتير جدا في المنتخب يعني اللعبة يمكن في لعبة كتير جدا الأول مرة بتخش جاو المنافسات عالمية بشكل ده بتلعب منتخبات قوية جدا كل ثلاثة يام ماتش لا يعني فكان وارد وطبيعي جدا إنه ممكن يخطر حاجة زي كده بس ممكن ناشر تمنعها بشكل ده طبعا شايف إيه الحل يعني أكيد في بلان في وجهة نظرك شايف في خطة لازم نتبعها لازم نعدل المصار الحل من وجهة نظر كابتن شريف أشو والله يا مينا الحل يعني في التخطيط من الأول والتأسيس من الأول يعني أنت من عارضة عشان يبقى عندك منتخبات قوية بتنافس على طولات عالمية وتوصل وتحقق مراكز متقدمة والكرة المصرية عموما تتطور و ويحصل فيها اللي بمور بيتمناها ده بتتكلم لا يعني ده حاجات كتير قوي أولا طبعا إدارة الكرة في مصر عموما بداية من البزارة للتحدي الكرة لازم يحصل تجديد وإحلال ولازم يخش للمنظومة ناس بتفهم في الكرة وعندها ضمير وماش غير الكرة بس غير اللي عنية بتشوفها وضميرها بيستراح لها مفيش سبوبة مفيش مجملات مفيش الكلام اللي انت عارفه ده المواهب بس هي اللي بتفرض نفسها اللعيب اللي عنده شخصية بيبان من هوه صغير المدربين اللي بتطرب اللي بيتسببه في تكوين شخصية اللعيب من هوه صغير من هوه العيد البراعي المناشدين المدربين هل المدربين اللي موجودين على مستوى الجمهورية كلها هل المدربين كل واحد كل مدرب في مكانه اللي يستهله كل العيب موجود في نادي معين بدأت من أن ده الصغيرة الحد أكبر أنبيت مصر والمنتخبات كل واحد فعلا بيروح وبياخد فرصته بناء على اللي هو بيقدمه فعلا ولا فيه مجملات وفيه 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 فانت بتتكلم يا مينا انت لازم تقرح حاجات كتير قوي قوي عشان توصل للمستوى اللي مثلا شوفنا بيه المغرب نار صحيح يعني مثلا السؤال المفروض نتراحه على نفسنا احنا كجمهور كرة مصر عمومة هل النهاردة منتخب المغريبي بص المكان ده صفة طب بيقدم الأداء ده صفة طب اللعيبة اللي احنا باللعيبها دي هل انت متخن بعد الأولمبياد هل انت حاجل عروض اختراف تأكبر دورات العالم صحيح انا بقولك انا بقولك هيحصل هتلاقي على اقل خمس ست العيبة من المتخب المغرب ده في دورات صوية جدا هتلاقي واحد في دور انجليدي ولا سنين وتلاقي في الأسباني وفي الفرنسي وفي الألماني هتلاقي هتلاقي اللعبة دي بتروح الحسا دي الكواليتي اللي احنا شفناه منه من النهاردة ده وروحهم والأداء الفردي والجماعي ده مش جاي مش كواليس ستة ده اليونات دول متأسين كواليس جدا هم اصلا فيهم اتناشر لعب من السكور كله في محترفين في أوروبا ودي حاجة من المغرب بتبنيها يمكن احنا هنا لما بيجي لنا حقد اللعيب عنده عشرين سنة بنقول لا ما انطلعوش وانسيبه هنا عشان جاي من نادي ايه او مش عايف ايه اه عشان احنا عزينه في النادي بتاعنا عشان احنا محتاجين وهنا يلعب هنا في نادي يجيب لنا دول يوكاس الله ينور عليكم فلا هو المنظومة زي ما زي ما حضرتكم كان كل الناس اللي بتفعيل في الكرة بتتلم المنظومة عايزة يعني لا عايزة تفعيل في نظامها و و و وفكرها و و وفتخططها ويبقى الناس اللي بتبني وبتخطط وبترسم دي ناس اه تستهل انها كن موجودة في المكان الاداري بتاعها او او المدارب السادي يكون موجود في مكانه يعني او اللعيب يستهل ان هو يكون موجود في النادي اللي بيلعب فيه اه على حسب موهبته وعلى حسب حسيثه فلا أمين انا همستهلين كتير قوي قوي صحيح طيب من منتخبنا الوطن يعيس اقلك عن رأيك في اداء نادي الزمالك النهاردة وفوزه امام نادي زد بهدف ولا اجمل ولا اروع للعب محمد عطف اه وطبعا اه زي ما انت قلت يعني اه لو هنبدأ من الاخر ان محمد عطف جاب جول فريداي متأخر جدا من مواتش و ادر يحسن بيها ثلاث نقاط لنادي الزمالك ووجول جميل جدا في لمسة حلوة قوي والسلام والعادلة نواية دي لها عشان يخصها في الزاوية البعيدة بالجميل ده زاوية عامية اطبر للحارس دي من الاجر اللي عيد موهو انا بحيي لين اللي اختارت الولد ده النواية موجود لانه فعلا واضح ان من نفسته ان هو ممكن نشوف مصطفى فتح تاني او حاجة كويسة جدا اه بنلعب كورة كويسة بنقدم كورة كويسة جدا اه اه في اه زي ما يقولو احنا انت خلاص خرجت برا من نفس الدورة فالمتشاط تعرفت اللي هو يعني كويس انك انت بتكلم كويس انك في المالك يتسالف مع الزروف اللي انت فيها دي كلها همين على فكرة عشان صحيح صحيح كويس جدا يعني مع غياب اه لعبة كبيرة اطباط اه النهاردة انت بتسيب دايجا يزيده من بقالو حوالي اه اربع مشروط ما بلعبش معاك اه اه وهو من يعني اعمدة الفرقة ويمكن اهم لعبة الفرقة ده غير بقى شحاتة وحسام عبد المجيد وزيد كمال بالضبط غير اللعبة اللي هي اه تم استدعاءها غير اللعبة كبيرة المصابة او اللي بقية دعم فرمتها غير ان يعني انت برضو من الناس ده مالك ده احنا منه محتاج دعم جامد يعني اه فانت كان عندك مشكلة فوق في الفيد وعند حتى لما تحلق بيجي لك لعيب زه بسحمد نورة بيجي له اصابة جامدة ربناش فيه ورجعه في السلامة اه لا يعني يعني الناس ده مالك سندي يعني لا يعني سنة يعني ان شاء الله تكون كده اللي جاية تكون احسن ان شاء الله يعني في كل حاجة بساعة اعتقد انه يعني مع وجود الرجل ده مع الشكر ده مع الاداء اللي هو بيقديه مع شرط يشوف نها مع دعم بقى انك انت بيدخل عناصر جديدة مع اللعبة اللي موجودة القديمة او عمدة الفرق ان شاء الله بعمل الله يعني سريت الزمالك السنة الجاية تبقى احسن بسكير بإذن الله طب اخيرا احيسألك بشكل عام برأيك ايف جوزي جومز من اول ما تولى كارت الفريق والفوسبوك ومفدرالية والعوامل اللي عادة بيها مع التحكيم عايزين نحطه في الحسبان مخسرنا ازيب من 3 او 4 ماتشات بحوالي 12 نقطة كل الحاجات دي حطها في الحسبان تخييمك ايف جوزي جومز ولو انقيم طبعا جوزي جومز انا شايف اداؤه في الملعب اه لا زمالك بلعب كورا حلوة شايف بقدي شكل كويس جدا اه ممكن هو السنة دي اعارك اللي هو برضو اه بجرب حاجات كتير جدا في دماغه اه شايف منها حاجات صح شايف ايه ايه الغلاطات مثلا اللي ممكن يكون عاملها اه ادى فرق كتير لعيبة تغيرة ودي حاجة كويسة تحتابله اه بتوزل طبعا الخروب من المنافسة اه اعتقد اعتقد ان هو مدارك بيش واعتقد ان هو عنده حسن من كده كتير واعتقد ان هو لو اه اه خد دعم وثقة وجاله دعم باربع خمس او سبع العيبة كويسين جدا في كل الخطوط اعتقد بامر الله يقدر ينافس على كل شايف كابتن شريف اشرفني جميلات دي ازا ما اكت سابق باشكر حالك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا قبل ما اقفل باب منتخبنا الوطني حد حابب يديف حاجة عايز اقولك معلومة مهمة جدا منتخب ولا زمالك لا على موضوع الكرة في مصر اللي هو بقولك التأسيس والاساس من الناشئين يعني خقولك على معلومة ان كم ما تاريتش بقى غير عندك هنا ان كان في اولئة امور انا عرفهم يعني كان بيودوا اولادهم اكاديميات اتمرنوا فاعجابهم القصة فعملوا اكاديميات وبدوا يدربوا فده من ضمن الفشل الكرة في مصر ان حتى يعني عدد كبير من الاكاديميات اللي معمولة للمفروض الاتحاد يقن القصة دي اللي بيدرها اولياء امور اصلا ما لهمش يعني اكاديميات مش فقندية اكاديميات في المراكز الشباب او في الملاعب في الشارع فاي حد دلوقتي يمينة ممكن يدرب اي حد ممكن يعمل اكاديمية اي حد ممكن يروح يدرب شهادة ان هو كان بلعب في نادي ويدرب لان ما فيش حاجة من اتحد الكرة ان يتوقف القصة دي يعني انا كنت سامع في الاول ما كابتن على نبيل ميسك ان هو هيعمل حاجة توقف موضوع الاكاديميات ده في مصر كلها يبقى عن طريقه ما فيش الكلام ده حصل هو كلام بيتقال خلاص الفترة خلصت وفي دخينة انا كمان باجي اخد قرارات سريعة الغي 2003 الغي 2004 ده احنا ما بنتكلم كابتن حسيب كابتن احمد لما بنتكلم والناس بتزعل او تدقي بنحصل النهاردة موسم الحصاد لو حد بيدور على موسم الحصاد ولو حد بيدور انتوا بتتكلموا ليه ولو ناس بتزعل او ناس بتتقمس انه انتوا بتتكلموا بتهجموا انا اسف انا كمينة مش هاجم بس انا مستني موسم الحصاد موسم الحصاد النهاردة خرجنا بالمباراة كارثية كابتن حمد عباس حبيب تضيف حاجة على منتخب قبل المعفل برضو انا عندي حاجة مهمة اوي انا برفض بشكل كبير جدا سياسة هدم المعفل في وسط اللي احنا فيه ده فيه عجبيات فيه حمز علاء حارس مرمى جيد فيه حشام عبد المجيد بعيد عن المباراة دي يقدم بطولة جيدة جدا جدا احنا لازم ننور للناس الحاجات الكويسة انا ما بحبش النظر السردوية اه نتيجة جبيرة وسلبية وكارثية ولكن سياسة هدم المعفل دي دي بتقضي على جيل كامل ونبدأ ندور على جيل بعده عندنا مدير فني منتخب الاول شايف مجموعة من العناصر في منهم قده بشكل جاي جدا تحت الضغوط في منهم اللي ماستحملش الضغوط فده اللي انا بتكلم فيه فيه ناس بتقول لك خلاص ده جيل وانتهى وكسر الدنيا ومشي ميكالي لا انا ما بحبش كده انا ما بخدش قرارات في وقت انا شايف ان الدنيا فيه سيارة بهدى وابدأ انور الاماكن او النقاط الجيدة اللي كانت موجودة خلال الولمبياد وهرجع تاني واقول احنا لو كنا اتغلبنا واحد صف من منتخب كبير جدا جدا كن زماننا واحنا عادين دلوقتي سعاداء ان احنا واخدين رابع اولمبياد باريس بعد 60 سنة فلازم نبني على اللي بدأنا عليه والسلبيات نعليك بس مش كابتن حسيب كنت محضر حاجات لمباراة الزمانيك النهاردة شو بتاع زي بوجة نظرك فوز الزمانيك واحد صفر بهدف ولا اروع من لعبنا القادم بقوة محمد عطف انا الحمد لله شايف ان النتائج بتتحسن مع المباراة والاداء كمان كويس جدا اه يمكن انا محضر اه شغل لفتوح ان ميستر جوميز محفظ اللعيبة تايمان بيدور على لعيب في خط الدفاع حريف يبدأ لك اللعب من تحت يبتدي يطلع بالكورة ففتوح هو اللي بيعمل دي فانت عشان تلاقي كمان بديل لفتوح يبقى عنده كورة وهو اللي بيبدأ لك الهجمة فده صعب جدا فتوح خلاص حفظ القصة دي عنده المهارة العالية بيكمل شوط على الجول النهاردة فيه تازديدة كم ممكن تبقى جول العالمي بيروح يلعب الكورنر ففتوح واجباته في الملعب كتير جدا اه انا شايف ان فتوح دلوقتي من الاعمدة الرئيسية اللي بيعتمد عليها جمز في خطته فصعب ان انت تجيب باكليفت وتبدأ انت بيه الهجمة من تحت اللي لو لايب باكليفت اعلى من فتوح وده مش حيبقى موجود في مصر انا مش شايف باكليفت في مصر اعلى من فتوح سيبقى احنا زمالكوية او لاو مفيش كارجر باكليفت في مصر اعلى من فتوح كمهارة ككورة كثباتين فعالي انت الراجل بيلعب ضد احرف باكت يمين في العالم وعمل عليه ماتش علم حكيم ففتوح عنده السبات اللي فعالي ده صعب قوي تلاقيه في العيبة كتير ان انت عندك لعيب حريف لعيب ما عندوش اي تأثير باللي حوليه بالجمهور بحد بيجتموا بحد بينتقدوا فتوح ما شاء الله القصة دي انت بتقعد تدور على العيبة كتير عشان تلاقي النوعية دي من فتوح فانت لو عندك اتنين تلاتة من فتوح النوعية دي في الملعب انت تكسب اي فرق سريعا كده بقى هقول لحضرك على الحاجة يمكن نادي الزمالك في بداية المباراة تخلى عن طريقة لعبه اللي بلعب بيها من فترة طويلة جدا وهي انه بيعمل البلد اوب من تحت وبيطلع على العيبة نص الملعب وصولا بالتلت الهجوم الشوط الاواني كله كانت تقريبا كلها كرات طويلة في ظهر المدفعين يمكن نستعرض للناس سريعا عشان اكيد فيه ناس ما تفرجتش معنا عماتش انك بدأنا بمحمود الشناوي اللي انا بوسني على اداءه احرس مرمى جاية خامة جاية ولكن ما اقدرش اقول هل هو يصلح يكمل فنان زمالك ولا اقل من خلال المطشات اي حرس مرمى خامة طيبة عن الدين ومطشات هاي بان لان فيه استويشن لعب كتير او 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 بس شكل عام برؤيتك الفنية حرس مرمى جاية ما اقدرش تقوله كتير من كده استويشن لعب اللي هي المواقف اللي بتحصل في الملعب انا بابدأ اقيمه من خلالها وبالذات حرس المرمى حيث مرمى بيتعرض لكذا موقف خلال المباراة فبشوف تقييمي ليه في الكرات العرضية في التزديدات في الكرات العالية فده ما اتكلم في النواق ايه برضو مش عادي نفخم اكيد طبعا لعيب عن 19 سنة ولقى نفسه فجأة حرس مرمى نادي الزمالك 5-6 مباراة و4 فده ده بالنسبالي واخد برضو من مستوى شكل كبير جدا احنا قلنا لو لسق عند اللعيب بنسبة 100% هيديك مرضود فني 100% طرح ما انا لسه لعيب صغير والان شوية فبياخد من المرضود الفني ولكن بالشكل اللي هو بيقدمه وحرس مرمى جايد يمكن بدأنا باتنين مساكين الزناري والنسلوسي عمر جابر نحيط لمين فتوح نحيط الشمال ده على الورق لان في وقت من اوقاتنا ايه زمالك الملعب بتلاتة تحت وقدامه تلاتة اللي هم التلاتة اللي تحت زناري ومسلوسي وعمر جابر وفتوح بيخش في قلب الملعب مع أشرف روقة وسيف جعفر وقدامه مسلاسي بصفة شلبي وناصر ماهر وسيد نمار وسيف الجزير ممكن انا عايز اقف عند نقطة سلبية نادي زمالك ملوش علاقة بيها ولكن المنظومة وادارة مسابقات كرة القدم في مصر هي السبب فيها النهاردة انا عندي اربع لعبين من اللي استهلكوا تماما خلال الموسم وقعوا باسابات عضلية بداية منزيزه مع المنتخب العومي وصولا لمصطفى شلبي مع نادي الزمالك وصولا لحمزة المسلوسي مع نادي الزمالك مرورا بعمر جابر دي هتلاقيها اكتر لعبين شاركوا مع نادي الزمالك خلال الموسم وان كنت انا بعيب على جزي جمز وكنت اتمنى زي ما ريح عبدالله الصحيد يريح اللعبة دي احنا المباراة بتاعتنا دي ما هي الا مباريات تجريبية علشان اقف على سكواد فرقة نادي الزمالك السنة الجاية مين هيكمل معايا الموسم الجاي ومين هقول لأ شكرا حضرتك مش قد مسئولية نادي الزمالك وهجيب بديل ليه فانا كنت دايما بطالب ويمكن كنت مع حضرتك مع كابتن حسيب الاسبوع اللي فات او اللي قبله وتكلمنا وقلنا ان دي فترة زهبية للمدير الفني هشوف ناشئين هشوف لعيبة مش قادرة ديهم حقهم في المباراة خلال الضغط المباراة زي مثلا نهاردة هنتكلم عن محمد عاطف بشكل كويس اوي نتكلم عن نمار يمكن انا معايا هايلايتس بتاعت نمار استأذنهم يعرضوانا او يجاهزوانا هتشوف قد اين نمار اداني مرضود ايجابي كويس جدا 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 ناحي الشمال انا كنت بطالب ان نمار يبقى موجود لان ودي مش بتاعته دي مش امكانياته انا النهاردة عندي امكانيات فنية جايتة في التلت الهجومي هقدر ان انا هزهرها في التلت الهجومي طيب ايه ميزة الفترة اللي احنا فيها دي هل حضرتك كنت تقدر تدي محمد عاطف خلال وجود زيزي وخلال تلاحو المباراة لا فانا بشوف النقطة دي الاجابية فكرة ان انا الفترة دي بدي اللعيبة اللي انا ما كنتش قدر اشوفهم في الموسم فايجابية المطش ده بشكل كبير اوي نمارنا حيات الشمال حمد عاطم حفين كمان قبل ما نتكلم في اي حاجة ولسا عندي كمان حاجات اقولها للسادة المشاهدين نستاذنكم نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل بقية فاكرتنا ونطلع في اي حتى تابعونا لقب ثمين يبقى عالقا في اذهان جماهير الزمالك حينما عنق فريق الكرة بالنادي لقب كأس مصر موسم الفين وخمسة عشر الفين وستة عشر على حساب غريمه التقليد الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف ليلة الثامن من اغسطس من عام الفين وستة عشر كانت من اجمل الليالي التي عاشتها جماهير ميت عقبة وهي تهتف لنجومها بعد الفوز العريض على الاهلي والاحتفاظ بلقب كأس مصر للموسم الرابع على التوالي تحت قيادة المدير الفني مؤمن سليمان ونجح باسم مرسي في تسجيل هدفين للزمالك في الدقيقتين العشرين والخامسة والعشرين من عمر المباراة قبل ان يضيف الفارس الابيض الهدف الثالث مع الدقيقة الستين خطيرة وخطيرة وخطيرة والهدف يا الهرابيض يا الهرابيض عليك يا مصطفى واستهل الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر الفين وخمسة عشر الفين وستة عشر بتخطي شباب الضبعة في دور الاثنين والثلاثين ثم تخطي عقبة الشرطة في ثمن النهائي والتغلب على الاتحاد السكندري في ربع النهائي وفي دور الاربعة تفوق نجوم مدرسة الفن والهندسة على حساب الدرويش برباعية نظيفة ثم التتويج الملحمي على حساب الاهلي في المباراة النهائية عاش الزمالك بطلا شامخا وكيانا عريقا بمجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره الوفية أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية من جديد يمكن عندي خبر لزم الكاوي من كابتن حسين السيد عضو مجلس سورة نادي الزمالك بخصوص ترافيس متيابة ويمكن هو الخبر في ثلاث نقاط النقطة الأولى وهي حصلنا على متيابة مقابل 30 ألف دولار حتى نهاية الموسم خبر التاني أو تصريح التاني كان هناك بند حقية أشراء مقابل 150 ألف دولار التصريح الثالث والأخير قررنا عدم تفعيل بند الشراء وتوجيه الشكر لللاعب الأغندي بعدما حصلنا على رأي جوزي جومز وده كلام كابتن حسين السيد لبرنامج زمالكاوي كمان عندنا مؤتمر الصحفي جوزي جومز اللي يمكن ديوفي الكرام حابين يعلقوا عليه كان ليه عدة تصريحات أهمهم قال كانت مباراة صعبة لأن زد قام بتغيير طريقة اللعب والبدء بطريقة دفعية فرقة جيدة ومدربهم يؤدي بصورة جيدة قال امتلكنا الاستحواذ في المباراة لكننا لم نصنع الفرص بالشكل المطلوب قال أيضا حزين من نتيجة مباراة عفوا حدث نفس الأمر مع مصطفى شلبي ويجب أن نتحكم في هذا الأمر بالحفاظ على اللعبين وأن نستطيع اللعب بهدوء عفوا بهؤلاء اللعبين في كل المباراة حتى لا يتعرضوا الإصابات كان بيتكلم على شد العضلي وضغط المباراة النقطة اللي تكلم فيها كابتن أحمد عباس وأخيرا قال حزين على نتيجة مباراة مصر والمغرب وزيز وعنا من إصابة في العضلة الخلفية يومنا وسنقوم بمساعدة لعبي الزمالك بعد عوداتهم من المنتخب ويمكن بيتكلم مساعدتهم فنيا ونفسيا كابتن حسيب النجار كان عندك كلام تقوله لجوزي جميز هو أنا بس مختلف مع كابتن أحمد صحيجة إنه هو كان بيقول إنه كان نفسي جميز يدي راحة للعيبة تاني كتير الرجل لما لعب أكتر من ست لعيبة ناشئين في مباش جمهور انتقد جميز إدى فرصة لـ 11 لعيب من الناشئين أنت تخيل يعني محمود الشناوي أحمد رفاق أحمد مجدي حسن أبو المعاطي محمد سيد حزم أسامة أحمد عبر حيم إيشو محمد صلاح زاكي عمار ياسر عمر أبعزيز الحارس اللي هو حتياته نهاردة 2008 وعلي ياسر اللي راح يعارى فيوتشر وعندك ثلاثة هيرجعوا كمان إن شاء الله أحمد محمود بكرايت في الجونة ومجد هاني في بلدية المحلة يعارى وحسام أشرف اللي كابتن أحمد تتكلم عليه حسام بالمناسبة يبني أنا ورنته في 2001 خمس سنين من أحسن الفراودة اللي موجودة في مصر وإن شاء الله رجوعه أو ناتزة مالك حيفر جدا معنا كمهاجم فأنت بتتكلم على راجل إنت لو الموسم الجاي اتنين تلاتة من اللعيبة دي بس حطوا رجليهم في الفرق إنت وفرت الناتزة مالك أكتر من مئة مليون جنيه لو تلات ناشئين بس مستر جميز بدأ يشتغل أحباب اللي أخوش نقطة تانية يمكن لو كابتن أحمد عباس حابب يعقب لأنه كان كان بيقول تقول أنه أنت مختلف معي عندك تعقيب فحياتة أنه ندد الراحات للعيبة ومش هيقدر يريح كل اللعيبة يا مينا حضرتك لما ما ريحناش زي ما قلت رحيك زيزو تصاب مسلوس تصاب شلب تصاب عمر جابل تصاب إصابات عضلية وليست ديها علاقة بالمفاصل أو الكدمات فده كان لازم ولابد وأولى أنه نريح اللعيبة دي ودي العناصر اللي ما كانتش بتاخد طول السيزون زي محمد عاطف اللي ظهر بشكل كويس أنا ما عنديش مشكلة خالص في فكرة هو زيزو تصاب في المنتخب في وجهة نظر زيزو كان متواجد زيزو كان متواجد دلوقتي كان هيرايح كان هيدلو برضو شوت ما كان بيعمل كده ليه كان مستمنا زيزو لعيب ما بيحبش يخرج ملعب يحب يلعب ومدير الفني حابب وجوده في الملعب ما أنا بقول لك هو ما قدرش ما هوصل إنت عندك دلوقتي هو لازم يحط أربعة في الملعب من الخبرات أو رايح لعيبة كتير وبيدي الناشئين فرص وبيدخلهم المباراة مش حادر أنا يا مينا قدي العشر أريح العشر لعيبة ما لازم أعمل كده لازم قدي العيبة في الثاني في الثالث فلازم في لعيبة هم بقولونه لا إحنا عايزين نلعب إنت لسه بتولزيزو بيحب أن هو يفضل موجود في الملعب ويمكن دبان حتى مع المنتخب الأولمبي لما تغير زعل ففي لعيبة أصلا بتروح للموديل الفني ولعيبة من اللعيبة الكبار لأ أنا عايز أفضل موجود في الملعب فخلاص إنت عندك ستشفى عندك رحات إنت عندك مصطفى شلبي أصلا كان راجع كمان من إصابة يعني كم رايحة مصطفى شلبي إنك نشارك في آخر أربع خمس مطشاط فالإصابة ممكن تجيله من حمل في الملعب زيادة ممكن ما سخنش كويس مش شرط إن هي تيجي من المطشاط واربع يعني الإصابة ممكن تيجي من أكتر من حاجة أنا بتكلم في إنه هو لما أدى فرص للناشئين كتير الناس انتقدته بعدين تخلي بالك جمهور ناتزة مالك مش هيصبر على إن أنا أتهزم مطشو اتنين وثلاثة ماشي إحنا خلاص الدوري قلنا بعيدنا عن الدوري لكن أنا ما أقدرش كناتزة مالك إن أنا فن السابع أو تامن واتغلب ثلاثة أربعة خمس مطشاط أربعة الراجل أدى فرص للناشئين وده يحسب له جدا النهاردة بدأ يشتغل على النقاط الضعف اللي عندك في الدفاع أنت لما تشوف مطش إنبي وتشوف مطش النهاردة لا هو بدأ يشتغل على حتى النقاط اللي موجودة في خط الدفاع بدأت أنت لما بتدافع أنت بتدافع بخمسة عن النهاردة سيد نمار بيرجع في الهجوم في الهجمة اللي عليك بيشتغل باك رأيت وعمر جابر بيخش السردباك ثالث ده بيفرق بدأت أنت الفرق اللي قدامك ما عندهاش حل أن هي تهاجمك إلا الكرات الطولية أو أنه هو يبقى فيه تصويد من بعيد فهو كمان بيشتغل على المشاكل الدفاعية اللي عندك أنت دخل فيك 32 هدف فالراجل بدأ كمان يشتغل على دي إن شاء الله أنت عندك الموسم الجاي فرقة زمالك بالخطوات اللي ماشي بيها جميز لا إن شاء الله حنقدر أنه نبقى فرقة بتنفس على الدور زي ما كنا دايما بالنفس على الدور تعليق يبقى على موضوع متيابة ويمكن عايس ألاك سؤال تاني ماشي ما ننساش أنت قلتنا هنعلق على متيابة لا ماتلا أنا كلهم ندونوا هنا بس أحسألك هتعلق على كلام جميز طبعا ومتيابة ولكن شايف من وجهة نظرك جوزي جميز طلع بالمكاسب الفنية بنسبة كم في المية لحد الوقت يا هدى الموس أنا شايف خلال الفترة الأخيرة دي بنسبة تتعدى لـ 80% منها إن أنا اكشفت لعيبة كويسة ومنها إن أنا اكشفت فيه لعيبة مش هينفع تكمل معايا لأنني بتنفيش وخدت ثلاث نقاط آه برافو عليك النهار دي كنت لسه هقول دي إن أنا النهار دا شفت لعيبة قادرة إنها تكمل مع ندل زمالك لأنه مستوها يقاهلة لذلك وشفت لعيبة إنها مش قادرة تديني المرضود الفني خلال البلان بتاعتي في المطش واثنين وثلاثة واربعة فخلص أنا باخد فيهم قرار فالفترة دي هي فترة القرارات في اللعيبة لأن أنا إن شاء الله خلاص بنسبة 98% عندي إيقاف الخد ترفع مش بقى للعجاب بسيطة تقريبا فأنا خلاص إن شاء الله يبقى فيه مركاته صيفي بشكل كويس أول فتاني وتالت على الأقل أسوأ اللعيبة دي على الأقل إن أنا أقدر من خلال المكشوط دي أقف زي ما قلتلك على اللعيبة اللي ينفع تكمل معايا واللعيبة اللي ما ينفعش تكمل معايا فأنا شايف إنه هو إيجابيات الفترة دي تتعدى 80% نادي الزمالك متيابة بقى أنا بنسبالي وكامل الاحترام طبعا من كابتن حسين السيد ومجهوده الكبير اللي عامله والمجهود الخفي خبالة كابتن حسين السيد بيعام المجهود مش شوي يعني مش من الناس اللي بتطلع في التلفزيون ولكن بيعام مجهود كبير جدا مع نادي الزمالك ولكن أنا كراجل بتكلم فنيا أنا كنت شايف إنه متيابة ممكن يديني مرضوط فني جايد وكون تصبر عليه وطلعه عار هي كلها وجهة نظر هياخد مكان في القيبة هو نشي أصدر عليم الوقت اللي بسم خلص صح هو كابتن حسين السيد تلعقال إحنا جبنا اللعب بـ 30 ألف وباند الشراء يدفع المية وخمسين ألف دولار بيخصة ألف دولار دول كم طيب تتكلم تحولي سبعة من يوم سبعة من يوم سبعة من يوم أقول لحضرتك على حيك متيابة لعب دولي متيابة بيلعب كل المبارات الدولية بتاعت المنتخب الأول بتاعه وليس منتخب الناشئين أو الأولمبي قدم مرضوط كويس أوي في تصفيات كالسنو الأفريقية ويوفر شفنا كلنا الجنل اللي جابه في منتخب الجزائر أنا لازم يبقى عندي رؤية جيدة لللاعب واستفاد منه ماديا كاستثمار أولا لأنه مش هيقيد في قيمة الفريق الأول لا مصرم الجاية يقيد 2005 لسه دي سنة ناشئين كمان 2005 ده لسه 19 سنة فهو أنا بص طبعا ده قرار عصلا نصبر العيب سنة في الأول آخر مش مصري ومشير من النادي وأجنبي وأنا برضو بفكر رسوط علي أنا مش متعارض مش معارضك بس بفكر رسوط علي فممكن نختلف ياه نطف أنا كارضي السنة دي هتفرق معك لو أنا لو أنا موجود أنا ما كنتش مشيته السنة دي هتعمل معي عارة وهيجيب لي أكتر من اللي أنا كنت ممكن أكسبه سواء مرضود فني أو مرضود جابي ماديا يعني بس أنا أنا شايف أنه هو قرار مش همتابع أنا مش معاي خاصة بس أنت إحنا دايما من رأيك إيه موضوع ما نقول لك إحنا دايما في النادي الزمالك عشان تجيب العيب من أفريقيا لازم يكون أحسن من اللي عندك بمراحل لعيب محترف هنجيبه من بره أجنبي هو جاي حافظ مكانه في الحداشر أساسي لا إما أنا أولادي أولا بأي رقم لو بدلار أنا جاي بلعيب أجنبي يجي ينزل يلعب أساسي فده اللي يتنصر يعني لو أحسن من اللي عندك بمراحل كمان أنا أجيب اللعيب المحترف لكن أنا أدفع ملايين في اللعيب وأنا عندي ناشئين أحسن منه في مكانه لا إبقى أنا أولادي أولا لا إبقى لعيب أساسي لا أما تتحسبش كده خاطص أنا بنزلين تحسبش كده خاطص أنا بحسبها مركز بمركز position for position لعيب أشر اللي اتنين لعيبة جايدي بس شفنا متيابة في مرشات كتير ما شفناش حاطف لسه يعني أنا بنسبالي أنا أول أنا عاطف لعب مكان أول مبرارة عاطفي العباء في مكان ونهارت وكان الحمد لله موفى وقدى بشكل كبير لعيب لسه ما أخدش كمان فرص ولعيب أنت عندك من بلدك يعني اللعيب أنت خلاص يعني مش هتدفع فيه ملايين مش هتدفع فيه دولارات لا أنا الكلام ده أميني شايفه صاح أنهم عملوا كده أنا أدور بقى على لعيب محترف يجي يفرق معي أنا عندي دوري أنا عندي بطولات أفريقيا فأنا عايز لعيب بقى قوي جدا من كل النواحي سواء مهارة أو سواء قوة بدنية أو عايز أقلك جوزي جومز طلعب مكاسب كم في المية من الفترة دي أنا شايفه أنه هو ماشي بخطة كويسة أوي طلعب مكاسب كتيرة الراجل ده عنده ميزة كمان أي مدارب كورة من المداربين الكبار عندنا في نانتزة مالك يعرفها كويس أنه هو بيدي حتى فرصة للعيبة اللي هو واخد قرار حيماشيهم بيدوله فرصة 2 و 3 و 4 دي مهمة جدا في النهاية يعني الوقت الحرب يعدي بسرعة زي ما كنا بقول لك النهاردة يوم تقيل لكورة القدم المصرية زي ما شكنا لك كابتن أحفاد عباس شكرا صعيف معاك مع جميلين دي زبالك بخاة نينزة زبالك عزيما مشاهدين لأسف خلصة حلقتنا لكن بكنا إن شاء الله حلقة جدا من برنامج زي ما الكاوي هرد لك للكورة المصرية هرد لك لكل همور الكورة المصرية مورا للمسيان إن شاء الله الفترة جاية أحسن بكتير هنا كلنا الكورة القدم المصرية هتوحشوني جدا جدا تصباح على ألف مليون سلامة سلام